تنزل بكل ثقلها موسكو في القارة السمراء حاضر انقرار الكريملين في عواصم عدة منها موازاة مع قوات فاغنر الفاعلة على ساحات قتالية كثيرة هناك ذاك استقبال قديم له صاحب الحديقة الخلفية في القارة المعطاء انتهى زمن الترحيب في مالي والسينيغال وبورك نافاسو وما عاد لساكن الإليزي أن يستمتع بإطلالته على ساحل الخيرات الدفينة ولا الملء من موجه الفياض انتفضت تلك الساحات ترفض وجود فرنسا وترحب بدخول روسيا على خطي السياسة والاقتصاد معا من فوق سقوف البؤس الإفريقي البادي تتغلغل موسكو في الأسواق المحلية الإفريقية تتجاوز استثماراتها نحو عشرين مليار دولار ليس متواضعا إذا مقترن بإلغاء ما يعادله من ديون مستحقة على عدد من دول المنطقة تحاول روسيا التعلم من دروس فرنسا الراصبة فيها والنجاح في مدرسة أفريقيا الصارمة خصبة أراضي الاستثمارات في قارة الإفريقية من طاقة ومعاد ونفط لا تريد إرهاق اقتصادات إفريقيا موسكو تسمح باعتماد العملات المحلية لينتقل له باقتصاد روسيا منذ فترة لاقتصاد مناطق التعامل بالدولار اشتركوا في القناة